ليست شبكة عسكرية تمارس الجرائم ضد العراقيين فحسب بل هي شبكة اقتصادية تتحكم بكل مقدرات العراق وتسخر كل موارده لخدمة اجنداتها وملء مخزونات زعمائها انها ميليشيا الحشد التي باتت اكبر خطر يهدد وجود الدولة العراقية على الصعيد السياسي والامني والاقتصادي ففي تقرير معهد نيولانز الامريكي المطول عن نشاط ميليشيا الحشد جاء ان هذه الميليشيات تهرب كل يوم اكثر من مائة صهريج من النفط العراقي وتبيعه في السوق السوداء هذا فضلا عن مخصصات اتباعها من السياسين في وزارة النفط وعطفا على تقرير المعهد الامريكي لا بد من الاستشهاد بعشرات التقارير والتحقيقات التي سلطت الضوء على نشاط ميليشيا الحشد اقتصاديا اذ ينقسم النشاط الى نوعين نوع تحت مظلة القانون الحالي والنوع الاخر خارج عن القانون حيث تغلغلت الميليشيات عبر اتباعها والمستفيدين منها في مؤسسات الدولة وباتت تتحكم بالحركة الاقتصادية من مشاريع ومناقصات ورخص وعوائد مالية ومحلات صيرفة كما بسطت نفوذها على المعابر الحدودية لتكوين ثروات هائلة عبر فرض الاتوات والضرائب وكل ذلك يتم تحت رعاية القانون الحالي الذي فتح المجال لعمل التجار المرتبطين بالميليشيات ولا يقتصر النشاط الاقتصادي للميليشيات على ذلك بل يتعداه الى التجارة بالممنوعات من مخدرات وغيرها وفتح خطوط تهريب البضائع مع دول الجوار واكثر من ذلك حتى السكراب ومخلفات الانقاض في المدن المنكوبة استولت عليها الميليشيات وباعتها والاسوأ من ذلك كله السطو على اراضي النازحين وعقاراتهم بعد ان نهبت منازلهم ابان الحرب مع داعش النفوذ الاقتصادي للميليشيات هو حجر الاساس للهيمنة الايرانية على اقتصاد العراق وجعله محطة ربح ينفق خراجها على المشروع الايراني التوسعي